اليوم وقبل قليل حسب مسؤولين محليين قال في تصريح لرويترز أن بعد اغتيال حسن نصر الله الأمين العاملية تم نقل المرشد الإيراني خامنائي لمكان آمن صورة الخوف هذا بين قوسين إن صح التعبير كيف ستنعكس على محور المقاومة؟ أنا أعتقد بأن التخوف الكبير سيؤدي إلى أرباك القوة القدرة العسكرية والقدرة السياسية والقدرة الاستخبارية لدى المحور الإيراني بشكل عام وحتى داخل طهران نتحدث ما بعد مقتل أو اغتيال إسماعيل هنية في وسط العاصمة الإيرانية طهران وفي محيط المرشد محيط مكان إقامة المرشد هي كانت رسالة واضحة مفادها بأن المرشد سيكون الهدف القادم وأعتقد أن إسرائيل علنتها أكثر من مرة عبر لسان مسؤوليها السياسيين والعسكريين بأنها لم تعد معنية بضرب أطراف الأخطابوت وأنها مضطرة للتعامل مع رأس الأخطابوت خاصة بعد التهديدات الكبيرة التي انطلقت من هذا المحور ربما صاروخ مجدى الشمس الذي تم استهداف إحدى المدارس وقتل على إثره الأطفال أعتقد بأنه كان البوابة الرئيسية لهذا التصعيد الكبير الذي جرى من قبل جانب إسرائيلي مع أنه كان مرسوما إسرائيليا لكن أعطاء الذريعة الكاملة لجانب الإسرائيلي بضرورة استهداف محور إيران بشكل عام أعتقد هو أحد أهم البوابات أضف إلى ذلك ما زالت تهديدات تنطلق من داخل المحور الإيراني ضد المحور الإسرائيلي طبعا هنا أتحدث المحور الإسرائيلي كالولايات المتحدة يعني عمليات أو عفوا التصريحات الرسمية لما يطلق عليها فصائل مقاومة الإسلامية في العراق بأنها ستستهدف القواعد العسكرية الأمريكية وربما قد تضطر إلى الانخراط المباشر في المعركة هذا بحد ذاته أيضا يورط العراق من حيث الاتفاقية الأمنية التي أبرمها الرئيس الوزراء العراق محمد شيعا السوداني في واشنطن حول التهديئة من قبل تلك الفصائل لكن مع انخراط تلك الفصائل أعتقد بأن إسرائيل ستضطر للدفاع نفسها وذلك وفق قراءتها ووفق استراتيجيتها دفاعها عن أمنها القومي في مجالها الحيوي وتعتقد أن مجالها الحيوي يوصل إلى طهران خاصة وأن القدرة الصاروخية الإيرانية اليوم تصل مداياته إلى أقرابة 2400 كيلومتر وهذا ما أثبتته بعض الصواريخ التي أطلقتها ميليشيا أنصار الله الحوثية باتجاه ميناء إيلات وأيضا باتجاه مدينة تل أبيب بالرغم من إسقاط تلك الصواريخ إلا أنها بحد ذاتها كانت ستحدث دمارا كبيرا فيما سقطت داخل تلك المستوطنات وأمام هذا المشهد أنا أعتقد بأن هناك قراءة استراتيجية للولايات المتحدة بترتيب أولوياتها كانت في السابق مرتب أولياتها ضمن أزمة الصين تايوان كدرجة أولى ومن ثم روسيا وأوكرانيا لكن اليوم أنا أعتقد بأن منطقة الشرق الأوسط باتت هي المسألة الملحة بالنسبة لواشنطن وخاصة أن الأسطول الخامس اليوم يستحوض على مقداره 30% من قدرة العسكرية البحرية للولايات المتحدة المنتشرة حول العالم فبالتالي هناك تخوف جدي وحقيقي مقبل الولايات المتحدة من أن شرارة الاشتباك مع حزب الله قد ينشب الاشتباك في المنطقة بشكل عام اشتركوا في القناة